مدينة زلتين في ليبيا بتعيش أزمة كبيرة خلال الأيام اللي فاتت وده بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر واللي تسبب في خروج المياه الجوفية بكميات كبيرة وتسبب في غرق جزء كبير من أراضي المدينة وطبعا تضرر وانهيار بعض المباني مش بس كده ده كمان موت المحاصيل الزراعية وشفنا عدد كبير من الفيديوهات المرعبة اللي تصدرت الترند على السوشال ميديا واللي صورها مواطنين ليبيين وهم بيصوروا الطرق وهي بتتشقق وبيخرج منها المياه الجوفية وفيديوهات تانية للبيوت وهي غرقانة تماما وطبعا الوضع ده أكبر الدولة في ليبيا على إعلان حالة طورق المواجهة الأزمة الخطيرة واللي باقت بتهدد حياة مئات الألاف من البشر في ليبيا واللي اضطر عدد كبير منهم للنزوح خارج المدينة وأصبحت غير صالحة للسكن بحسب التصريحات الليبية الرسمية عرطه داته 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 – داته 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 دون حافرناها داته أهت دادو لما يتطع شوف تشوف تيام التادي يختص بالليلة اوال